بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري أيامكم سعيدة بولادة سيدة الكون فاطم عليها السلام أحد الحجاج الكبار في السن من محافظة البصرة يبعث إلينا برسالة فاطمية رائعة جدا كرامة حدثت معه في أيام استشهاد السيدة فاطمة سلام الله عليها يقول أنا أعمل في تجارة الأخشاب في البصرة ونتيجة أن بعض الأعمال كانت تتعطل وتتأخر ونتيجة أن الظروف في البلد ومسألة الدولار غير الثابت لغير ذلك تعرفت لخسارة كبيرة نتيجة أن أحد الأطراف رفض أخذ هذه البضاعة التي أنا أتيت بها من الخارج والنتيجة بأنه هذه البضاعة بقيت وكثير من الأخوة الذين أعمل معهم من الشركاء أرادوا أموالهم ماذا أفعل أنا بهذه الصورة؟ يقول صراحة توجهت لصاحب الزمان سلام الله عليه وأنا منذ نعومة أطفاري منذ كنت صغيرا أسمع أبي يقول عليك أن تكتب رسالة لصاحب الزمان سلام الله عليه إذا ما وقعت في شدة اكتب لصاحب زمانك الإمام المهدي عليه السلام رسالة وبث فيها شكواك، مشاكلك، كل همومك، أحزانك وسوف يحل مشكلتك لا محالة وهذه الرسالة مئة بالمئة بل مليار بالمئة سوف تصل إليه كما أخبر أئمة أهل البيت عليه السلام وأخبر صاحب الزمان عليه السلام حول ذلك يقول أنا صراحة كتبت الرسالة التي هي دائما وأبدا موجودة في كتاب بحار الأنوار رسالة مكتوبة إلى صاحب الزمان رقعت الرسالة لصاحب الزمان كتبتها إليه كانت الأيام أيام فاطمية فبكيت كثيرا على السيدة فاطمة عليه السلام وقلت له وكتبت له لصاحب الزمان عليه السلام من ضمن الكلام المكتوب في الرسالة يا مولاي يا صاحب الزمان قبر أمك فاطمة عليه السلام لا نعرفه لا نستدل عليه لا نستطيع أن نصل إليه فهل لا سلمت لي عليها سلام الله عليها فهل لا أرسلت سلام إليها سلمت لي عليها هو باللهجة العامية كتب بأنه سلم لي على جدتك فاطمة لا أستطيع الوصول قبرها المخفي المظلومة سلام الله عليها يقول ما مرت على الرسالة إلا يعني يوم وليلة وإذا في الليلة الثانية بحمد الله عز وجل أرى مولاي صاحب الزمان أو صاحب الزمان سلام الله عليه يعني جاءني وهو ينظر إلي بعين العطف وبعين المودة وهم أهل البيت عليهم السلام أهل المودة والرحمة وقال لي بأن حاجتك مقضية هذه البضاعة هذه البضاعة سيأتي من يشتريها منك ولقد سخرنا لك ذلك بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من فضله في هذه القضايا والأمور وسلامك لأمي قد وصل وسلامك لأمي فاطمة سلام الله عليها قد وصل الله هذه العبارة جدا رائعة يقول لقد أوصلت سلامك لأمي فاطمة سلام الله عليها لذلك نحن نقول جميعان يا مولاي يا صاحب الزمان أينما كنت دائما وأبدا عندما تقف على قبر فاطمة سلام الله عليها عندما تتحادر دموعك على ما جرى عليها نسألك دائما وأبدا الدعاء لنا جميعا عند قبرها وكذلك أن تسلم يعني نيابة عنا جميعا أن تسلم عليها نيابة عنا جميعا ونحن في انتظارك يا مولاي يا صاحب الزمان في ظهورك المقدس وننادي معك يا لثارات فاطمة هذه الكرامات ليست بالغريبة أبدا الإمام الهادي عليه السلام يخبر أحد أصحابه الذين قد رحلوا من المدينة وكان صاحب الإمام الهادي عليه السلام متألمان حزينا يقول يا مولاي يا علي الهادي سأبتعد عنك فكيف أخبرك بما في قلبي لقد تعودت على قربك ودائما وأبدا أبث همومي أحزاني دائما أشكو إليك أسألك أحكاما شرعية أتعلم منك الكثير وأنا قريب منك الآن ماذا أفعل سوف أفطر بأن أذهب إلى مدينة أخرى ماذا أفعل فقال له الإمام الهادي عليه السلام أينما كنت في هذه الدنيا في مشارقها في مغاربها فقط حرك شفتيك وتأتيك الإجابة منها فقط حرك شفتيك قل يا علي الهادي قل يا فاطمة الزهراء لدي حاجة وكذا وكذا وتأتيك الإجابة حتما وقطعا ونحن جميعا سبحان الله كلنا نستغيث بالسيدة فاطمة عليه السلام وتجيبنا وكذلك تقضي حوائجنا وكذلك نستغيث بأهل البيت عليه السلام فلم نرى منهم إلا الجميل دائما وأبدا لأنهم ليس من سيرتهم وليس من أخلاقهم كما قال الإمام الرضى عليه السلام ليس من سيرتنا ليس من أخلاقنا أن يستغيث بنا أحد فلا نغيثه أو يطلب منا أحد حاجة فلا نعطيها له أو يلتج إلينا أحد فلا نلجئه برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر